هل الأفضل القراءة بتمحر وتدبر مع قلة المقروء أم السرعة بتدبر أقل ولكن بمقروء أكثر الأفضل هو القراءة بتدبر لكن التدبر لا يتأتى للإنسان في كل وقت الإنسان يعتريه ما يعتريه من الأمراض ومن المشاغل ومن الهموم لا تكون الحالة المزاجية للإنسان مناسبة للتدبر في كل وقت ولذلك إن كانت حالتك مناسبة للتدبر فالأفضل التدبر لكن إن لم تكن مهيئة للتدبر فلا تدع تلاوة القرآن أقرأ ولو من غير تدبر لأن الشيطان يأتي بعض الناس يقول لا لا تقرأ إلا بتدبر حتى لا يقرأ إلا قليلا من القرآن وهذا من مكر الشيطان بالإنسان لا تدع تلاوة القرآن إن تيسر تدبر هذا أكمل وأفضل إن لم يتيسر فالقرآن يتعبد بتلاوته أقرأ ولو من غير تدبر وابن القيم رحمه الله يمثل بمثال لهذا يقول مثل الذي يقرأ بتدبر كمثل من تصدق بجوهر عظيمة نفيسة ومثل الذي يقرأ قراءة سريعة طبعا غير إسقاط شيء من الحروف كمثل من تصدق بعدة جواهر فهذا له فضل وهذا له فضل ترجمة نانسي قنقر